اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وبرنامجنا وبرنامجكم شباب شو وموسم جديد من برنامجكم شباب شو حلقتنا النهاردة مختلفة تماما حلقتنا النهاردة فيه ناس بتقول عليها خرافات وناس بتقول عليها وناس بتؤمن بيها لكن اللي بنتفق عليه انه بيعكي صفاتنا الشخصية وسماتنا الشخصية تعالوا معنا نتعرف النهاردة على كل بورك بمميزاته وصفاته وعيوبه معنا نانسي وإنجي وإسرار أهلا بيكم كاملة إيه؟ كاملة إيه؟ كاملة إيه؟ تماما فضل قولنا بقى يا نانسي احنا نتكلم النهاردة عن أني بورج بصوا بقى احنا نبتدي بالميزان عشان ده شهر عالميز تماما والله يبصي بورج الميزان ده فعلا يعني اسمه على مسمى يعني حقيقي يعني وانا النهاردة صعيب تكرت ان النهاردة عيد ميلاد الإعلامية حنان إسماعيل النهاردة يوم عيد ميلادها وبشهر عشرة فلازم نقولها كل سنة وميلادها طيبة عيد ميلاد سعيد ويا رب السنة دي كده تبقى سنة خير عليك يا رب طيب كلمينا بقى عن بورج الميزان تمام النهاردة هنتكلم عن بورج الميزان هو من موليد من 23-9 لـ 22-10 موليد مور بورج الميزان عمتا شخص رومانسي وحالم بس أهم حاجة فيه انه بيفكر بعقله هو دايما بيوزن الأمور بس في الأغلب بيفكر بيجي ناحية العقل والعقل هو اللي بيتحكم في كل حاجة في حياته بيحب ما بيحبش حد يسيطر عليه عقله دايما بيسيطر على كل المواقص أكتر عيوب فيه التردد والسلبية والانتواقية صح ولا لا يا ننت عايزة بقى نتكلم عن هنقول المشاهير بتاعت البورج الميزان عندنا عمري دياب والاسمس نيجي بقى في حتة مهمة جدا جدا وهنتكلم عنها عن ايه إزاي نكسب بورج الميزان عايزة تبقي بتكسبي بورج الميزان وتخليه بص يعني يشد كده دايما دايما اهتم بقى نقطة جدا بورج الميزان دايما بيحب ان انت تبقي قانيقة وبزداد برا يعني خارجة معايا لازم تبقي هو قانيقة ومتشيكة وفيك كل حاجة هو يبقى فرحان بيكي لان هو دايما دايما بورج الميزان قانيق جدا وبيهتم بلبسه ومظهره الخارجي جدا عايزة تبقي برضو يعني مسكة كده كده فيه ابعادي عن الدراما كوين تماما ما بيحبش النكت ما بيحبش النكت بطريقة يعني هو اول ما يشوف هيفضل يختبك في النكت ده لازم تبقي شخصية مريحة جدا ومسلية جدا صحة انانسي انا بحب عبور يعني بحب الضبت كده ودايما دايما بورج الميزان هو على طول عمل كده فاحنا يعني لازم نسيب له حرية في حياته لان هو اوقات ممكن يبعد عنك ويختفي ويرجع تايه عادي سيبيه عادي سيبيه هو كده كده هيرجع لك بس انه وم اي هدير انا بارف ان اللي بيرجع ويختفي ده دايما بورج الجوزاء الجوزاء والنيزان علشان كده بالزبط علشان كده اصلا يعني فيه ابراج النيزان والجوزاء بيتوافقوا مع بعض جدا وعندهم مشكلة ان هما لما بيختفوا هما اللي اتنين عادي بيرجعوا مفيش مشكلة بس هي يعني بيحززك ان مفيش حاجة يعني بزبط كده وهم اللي اتنين بيتقبلوا الفكرة دي جدا لان هما بيبقوا فاهمين بعض فدي من الابراج اللي برضو متتوافقة معاها جدا تاهمين بس كده طيب البرج اللي بعده ده برج العقرب اه يا ساتر يا ساتر احنا برج العقرب بس والله لو حد فهمه يعني هيعرف يتعامل معا والله هو عنده حاجات خطة حمر لو عدت ايه هي دي المشكلة فلما نتعامل معانا فالمستعملين بحضر عشان نحافظ عليه هو بيبتدي من 23 اكتوبر ل 21 نوفمبر اه صفات البرج كتير بصراحة هو ليه مميزات عشان الواحد يكون حقاني يعني اكيد هو شجاع حازم طموح لما بيقول حاجة بيبقى ده ولو حب بجد بيبقى وافي جدا 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 ومخلص بس بيكره الكتب الطريقة ما عندوش فيها فصال مفيش حد كلا بيحب الكتب اصلا لا بس ممكن حد يبقى يعني بيماين اموره كده يعني العقرب مليش بقى خالص في الكتب مفيش حد شيك ديب عليه خالص عنده اصرار لما بيحط هدف تدماجه بيعمله عيوبه بقى صعبة شوية الغيرة هو مش متسامح خالص فهو لو زعل منك خلاص كده خلاص انت دخلت بلاك ليسته ولو جات له فرصة ينتقم حينتقم يعني فهو دي مشكلة اه ده عامل زي برج الجديه بالضبط اللي هو العين بالعين والسن بالسن والبادي اصلا لا ينسى الاساءة هو بيقول لك عقرب عشان لدعته لدعت العقرب بالضبط كده قوي بصراحة مونة ذكي الله اه هند صابري حاجة حلوة قوي بصراحة يعني وعشان نكسب البرج ده لو اي واحدة عايزة تكسب رجل العقرب فلازم تكون صريحة لازم تكون ما تكذبش تسديله مساحته يعني وخصصيته لان هو بيحب قوي مساحته الشخصية ما حدش يدخل فيها كمان لازم تمدحه جيب له هدايا تحسسه قد ايه هو حد مرتاج ان هو يدلع شوية والزلط كده والزلط كده بيحب المتح قوي قوي بس غير كده وطبعا تبقى عارفة لو عدت الخط الأحمر خلاص باي باي طيب تمامت برج اللي بعد دي بقى برج القوس برج القوس بيبدأ من 22-11 لحد 23-12 برج القوس فعلا الناس معرفتها كنوز برج القوس برج ناري وناري يعني بيستمد الطاقة بتاعته من الشمس الحقيقة ان برج القوس معرفته كنوز ليه لانه هو فعلا صاحب جدع جدا وهتلاقيه معاك في وقت الشدة وهتلاقيه معاك بكل حاجة بطاقته كريم برج القوس كمان من الأبراج المرحة جدا اللي دمها خفيف اللي عادتها حلوة اللي لما هتقض معاك بجده هيديك بوزيتف اناريجي بطريقة غير طبعية هيطلعك من أي مود فيك اكتئاب فأنا شخصيا بحب بقى صاحب الناس تكون من برج القوس لأن فعلا صحاب جدعين جدا طيب ايه تاني بيميز برج القوس؟ برج القوس من الأبراج اللي بتحب المغامرة بتحب الحرية جدا ما بتحبش حد يقيدها خالص بتحب السفر بتحب الخروج بتحب المرح فبرج القوس أي حاجة فيها مغامرة في الحياة أو فيها جديد فيها اكشن برج القوس بيحبها طيب برج القوس كمان من الأبراج كم يقوس لأنه هو بيحدد هدفه يعني بيحدد هدفه ويرمي السهم عليه ولازم يجيب الهدف بتاعه ولازم يوصل ويحقق أهدفه طموح جدا وبياخد منه وقعاته دفع الأدام لأنه هو يطلع الأدام على طول ازاي تكتبي بقى راجل برج القوس؟ لأ انت ما قلتش عايوبه منعوه؟ بش على أيوب الأول عشان الأويوب دي يعني برج القوس أنا عارف أنه هو ليه أيوب كبيرة جدا لأ انتوا ظالمين برج القوس راجل برج القوس عنده مشاكل كتير جدا لأ بصوا برج القوس بطبيعته بيحب الأناقة والشياكة جدا وبيحب أنه هو بصي يعني لما ينزل من بيته يكون يعني نامبر وان في كل حاجة فبما أنه هو برج أساسا بيحب الأناقة والشياكة فأكيد بيحب المزز وبيحب الأنسة يعني عايوبه إسراء عايوبه إسراء فهو يعني بيقولوا ان برج القوس بيحب الستات او عينيه زيغة برج القوس بيحب كل حاجة حلوة تمام فهو لازم يحب الستات بس فعلا لو حب واحدة فعلا بيخلص لها لكن طول ما هو عينيه زيغة كده يبقى هو لسه ما حب يعني الحب بتاعه انه هو عينه زيغة جدا هو عينه زيغة لأنه هو بيحب كل ما هو جميل يعني برج القوس بيحب كل ما هو جميل فأساسا الأنسة جميلة بوسي هو بيحب صحبته بيحب برج القوس فهي أفضل لا بوسي أنا برج القوس الراجل والله مظلوم الراجل مظلوم بتقولوا انه هو مش عشان برجي والله بس هو بيحب كل حاجة حلوة تمام هو مش عينيه زيغة هو يعني لو مثلا ممتك حلوة مش هيعكس ممتك طب دي حاجة حلوة انه يقولك ممتك حلوة صحبتك حلوة لكن فعلا لو حبك برج القوس بيخلص بيدا نكسبه ازاي بقى ان انت تكوني امرأة دايما متجددة بيحب دايما المرأة المتجددة اللي على طول بتهتم بأناقتها زي ما قلنا وشيكتها وألوانها ودايما يجي يلاقيك فيه تغيير فيه عندك تجديد حتى لو في البيت عندك انت عاملة تجديد عاملة شيء جديد تكتبيه ازاي لما يجي يقولك مثلا تعالي يلا نسافر اه يلا عشان تتكتبه محضرها على طول هو عايز الست اللي هي بتساعده على طول على المرح وان لما يقولها يلا نسافر يلا يلا نخرج يلا فده دي الطريقة اللي تكتبي بها برج القوس وما بيحبش اللف والدوران يعني بيحب الصراحة جدا ولازم تيجي معاه دايركت يعني ما بيحبش الكتب خالص لا فعلا ريلي برج القوس جميل لانه هو بيديكي بوزتف ايناريجي ومارح وجميل طيب برج اللي بعده بقى طيب مشاهير برج القوس مشاهيرهم منهم شريهان نجلاء فتحي مربت امين ووو زافر العبدين بس الرجالة مين زافر العبدين اه خلاص خلاص احنا حدثين خلاص طب نجي للبرج اللي بعده برج الجدد ده البرج بتاعي اصلا بعد ميلادي في برج الجدد كل سلام انت طيبة يا امه هو من 22-22-19-19-1 هو برج ترابي بيحب جدا الوان الاسود والبرتقوني والازرق هو طموح جدا 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 يعني لما بيحط حاجه في دماغه لازم يوصل لها بيعمل اي حاجه عشان خطر يوصل اللي حاجه بتاعته متوضع محبش يمشي في مشاكل وكدا لازم الطرق بتاعته تبقى طرق امنة يعني محبش دخل نفسه في خلقات كثير وكدا الابراج اللي ممكن تتوافق معاه اوي 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 الطور والسرطان والعزراء لكن الابراج اللي ما ينفعش معاه الحمل والجوزاء والاسد هو دايما مسؤول مخلص جدا لكن متشائم جدا وعنيد اوي 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 عانيت بالزيادة الشخصيات بتاعته زي محمد نور عمر يوسف اهاد توفيق ان احنا متشأمين يعني فاحنا الاغاني بتاعت كلها اوي احاوز نكون لوبا دايما بياخد العلاقة بتاعته بمحمل الجدي يعني وانس ان هو اي اي انا بحبك يبا هو بيحبك بس هو بياخد وقت شوية عبال ما ييجي يقولك بحبك طيب مكسب بورج الجدي ازاي مكسب بورج الجدي نتي تبقيه كلاسيك كده بتلبسي حاجات كلاسيك بس برضه تبقي فيه نعومة شوية وانتي بتلبتي مكسب بورج الجدي بقى احنا قلنا عمر يوسف احنا قلنا عمر يوسف ايهاد توفيق عشان متشأم ايه البورج اللي بعده الدلو صح؟ ده يبقى من 19 واحد ل 18 اثنين عبداليوستر وبالراحة كده علينا يا هزير وانت تتكلمي عشان استاذ مصطفى عبدالموسف بالراحة هو بيحب الفكاهة جدا وبيحب الضحك ودود جدا جدا وبيحب الصداقة جدا جدا وبيعتز بها بطريقة يعني اساسية في حياته بس هو مشكلته ان هو عصبي جدا سرع الانفعال ردود افعاله غير متوقع ما بيسمحش خالص مشاهير بورج الدلو شكيرة رمضان صبحي انا جيبتلكم من الشرق الهر هتكسبي بورج الدلو ازاي؟ بيحب الست الزكية جدا جدا وبيختبرها كتير علشان يعرف هيا فعلا زكية ولا هيا بتمثل علي الزكية قصتي انا بحس ان بورج الدلو ده فعلا بورج السبع صانوية يعني انا والدي بورج الدلو واخويا بورج الدلو فبورج تلاقيه بيعرف يعمل كل حاجة يعني وبيبقى ناجح في كل حاجة بيحب الصداقة جدا غيور بس ما بيبينش غيرته غير لما يعني يعني اللي قدامه تحسسه ان هو لأ خلاص بدأ يشك فيها بورج طموحة اولتالية اه اه جدا جدا بس هو طفل جدا في نفسه جدا عامل زي الاطفال عايزة تكتبي بورج الدلو عامليه اكنه عندك بيبي بتتعاملي معاه وتعاملي بقى معاه مش قادرة تتعاملي مع طفل اعتذب صداقته جدا عشان مهما اختلفته حتى وانتوا بتحبه بعض هو هيرجع ويفضل صديق ليكي لان هو فعلا صديقه لا هو وافي في كل حاجة حب او صداقة صراحة بس كده انا خلصت بورج الدلو اللي بعد و بورج الحوت والله لا حبك موك عارض يبغى ناله لا تب بورج جميل بورج رومانسي جدا انا هقوله اول حاجة مشاهيره لان الصراحة يعني هاي شجر هاي شجر هاي شجر هاي الله هو بوظلت كده هو بورج حساس ورومانسي و بيحب الحب و بيحب كل حاجة عشان تكسب الورج ده تبقي تحتفز بالاسرار تبقي تحترمي ان هو ليه مساحته في الكتن ان هو ساعات بيبقى موض ووحش ساعات بيبقى مش قادر يتعامل مع البني قدمين كده بيحب العزلة شوية احترمتي كده الدنيا بتبقى زي الفل معي عيوب تكسبي الراجل ازاي ما نقولتها تكسبي اللي احنا قلنا المشاهير اسر ياسيح لا ان هي تبقى كاتومة تحتفز بالاسرار ما تطلعش اسراره و كمان تبقى تقدر ان هي تحتفز مساحته بصي البرج اللي بعده هو برج الابراج يعني بجد برج الاسد لا اسد الحمل 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 برضو من الابراج النارية برضو اللي بتستمد قوتها برضو من الشمس برج الحمل بيبدأ من واحد وعشرين تلاتة لحد اتنين وعشرين اربعة برج الحمل بجد انت لو فيه في حياتك راجل برج الحمل فانت كسبتي راجل مقدام راجل شجاع هيدافع عنك بكل ما يؤتى من قوة برج الحمل طموح جدا برضو بيحب اوي اسدتة الطموحة وبيحب يحقق برضو اهدافه وهو برج عصبي شوية بس بيكون عصبي على حق فازاي تكسبي برج الحمل انك انتي ما تنتقدهوش وتحسسيه دايما بامته وما تتنمريش عليه من مشاهير بقى برج الحمل يعني ناس بقى انا بحبهم شخصين جدا وجنات عمر الشريف حاجة بقى كده عمد رامزي عمد رامزي نجمة الجماهير نادية لطفي كلهم ناس باين عليهم القوة والشجاعة وانهم مقدامين انا حاول نصرر عشان فضلنا خمس دقايق فانتوش على البرج اللي بعده برج التور انا بحبه جدا 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 بس الراجل بتاعه عنده بس حاجة مشكلة انه هو غيور قوي 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 وعصبي جدا اول ما يقولك مع السلامة فهي بتكون مع السلامة حاول تبعيدي عن العصبية بتاعته خالص 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 حاولك افسط حاجة هو دايما بيحب ان هو مش بمفده اسيره ببط ولكن بسببه هو دي اكتر حاجة يعني دايما خليك يجذبه معي واثقه من نفسك تفضي تتكلمي معك كل حاجة وتحاولي تحلي المشاكل بتاعه برج الجوزاء حاجة بتأثر على حياته العاطفية ودايما بتسببه المشاكل لانه هو ما بيعرفش يفضل في علاقة واحدة بيستمر في كاز علاقات سوري يا جوزاء بيحب ان هو يخرج ويسافر يعني دايما دايما تلاقيه بيتمطس في كل حتة ده جوزاء ايه بقى تكسابي راجل برج الجوزاء راجل جوزاء ما تتصلتيش عليه في حياته خالص ما تتخينيش عليه ادي له حريته لما يجي يتخاني او يتشد او يتعصب او حاجة يهدى خالص وارجعي لانه هو في وقت عصبيته بيجادل وبيقول بكلام ممكن يغلط والناس بتهرب منه من النقشات على طول ما يقدرش ان هي حد يستحمل النقشات بتاعته هو على طول متعصب في وقت العصبية بعد خمس دايق تسيبيه هتلاقيه هو ازايك يا حبيبتي عامل ايه ايه مالك مضايقة ليه ايه مالك مضايقة ليه انا اما عليش انا اسطى ينسي انا مضر ان احنا نختم الحلقة بتاعتنا شكرا ليكو ويا رب نكون امتعناكو بجد النهاردة كان يوم جميل عشان تكلمنا عن الابراج فعلا الابراج بتخلينا نعرف يعني بتسهل علينا ان احنا نعرف شخصيات الناس اللي حوالينا يعني لما ناخد السمات الاساسية كده من كل برج بتساعدنا نتعامل مع المدير بتاعنا بتساعدنا نتعامل مع حبايبنا ففعلا الابراج لها اهمية قوية جدا لو خدتي السمات الاساسية من كل برج خلينا دايما متفقين ان كذب المناجمون ولو صدقوه محدش فينا بالضبط ماشي على نفس الشخصية ممكن لكون ناخد شوية السمات بسيطة لكن مش بتكون هي بالضبط خلينا متفقين ان في صفات اساسية في كل برج السمات الاساسية بس كذب المناجمون ولو صدقوه وكل برج برضو ليه عشريات يعني العشرية الاولى بتبقى مختلفة عن العشرية التانية بتبقى مختلفة عن التالتة وبتأثر برضو البيئة اللي هم عاشوا فيها بس السمات الاساسية دايما بتبقى نقابلكم في حلقة جديدة من برنامج شباب شو شكرا ديكو شكرا شكرا